من الذين جاءوا بوتفليقة؟ وين كان بوتفليقة؟ كان بوتفليقة أساساً مستشار بين 36 قوس عند الإماراتيين طاولوا عنوان باش يعطولوا الدراهم ويشتغل لهم ما يريد ما يريدون فكان يقضي وقت طويل عندهم خاصة في الشتاء والأوقات الأخرى عاطينوا الدراهم لدور ما بين سويسرا وما بين فرنسا وما بين عدة بلدان وقررت يوما ما اتفق السعودي والإماراتيين والفرنسيين والأمريكيين من أنه الآن نقدر نجيبه الشخص الذي نحبه وينالشخص الذي نحبه هو بوتفليقة يقول عليه ديغول يقول سجون نوفو ديبيا هذا الشاب هذه قالها مرة لما التقاه يريد لنا الخير وقال هذا ديغول قال حاجة أخرى مشابهة على بنبلة قال بنبلة نوفو بادي مال على فرنس بنبلة لا يريد الشر إلى فرنسا لكن لما وصل البوتفليقة وصفه كان ديغول يحب يعطي الأوصاف الأحكام فوصفوا بأنه نوفو ديبيا فالحقيقة ما هو فقط دار لبيا لعند الفرنسيين الأخطر والأبشع والأجرم أنه خلى دولة مثل دولة الإمارات تخترق البلاد لأن في قضية فرنسا الناس تعرف الجزائرين يعارفين التاريخ لحد الآن بعض خاوتنا يقول لك آه هذون عرب خاوتنا ومسلمين مش فاهمين فيها حاجة وخاوتك حتى يكونوا خاوتك عرب ولا خاوتك أمازيغ ولا خاوتك مانيش عارف منين تحبهم ينهبوا البلاد تحبهم يكسروا البلاد تحبهم ينشروا الفوضى تحبهم يفقروها هذا لو افترضنا أنهم صح خاوتك يعني فمن بين هذا لعبة الإمارات دور رئيسي وهي الدولة وما كانش في 99 بهذا البروز الشيطاني اللي رحي فيه اليوم دولة صغيرة لكن استطاعوا أن يمروا بودفليقة بدعم سعودي أمريكي فرنسي وجاء بودفليقة طبعا مش رحي نحكوها ليه ركما عارفين بودفليقة كثير حكينا عليه كثير ممكن ما زالنا عاوضو نرجعوله والتاريخ يرجع له لكن خلونا نوقفو عند بعض المواقف بعض المحطات بتاع وش قدم للإماراتين من بين الأشياء عندي هنا ملف طويل الحقيقة لكن ربما رح نختصر رح نختصر الأشياء بشكل كبير جدا وإلا يأخذونا ساعات وما نكملوش وإحنا في رمضان ورحي حد الآن خمسة وثلاثين أو ستة وثلاثين دقيقة من بين الأشياء هو أنه جاب واحد يسموه أحمد حسن شيباني الإمارات طبع الإمارات عندها صفارة ككل ككل الدول لكن اللي كان يقوم بالعمل ميش الصفارة صفارة إذا شئنا كانت يتم تهريب عن طريق الحقيبة الدبلوماسية ولمن لا يعرف حقيبة الدبلوماسية هي هي حقيبة حقيبة عادية أي حاجة لكن عندها عندها وصف تسمى الحقيبة الدبلوماسية أي أن التبادلات ما بين الصفارات ودولهم مثلا صفارة الجزائر في مدريد مثلا تبعث حاجة تبعثها في حاجة يسموها الحقيبة الدبلوماسية أي حقيبة لما كنت أنا في المنصب كانت حقائب مخدومة بشكل أخضر يعني شغل كتان قوي هكذا شكاير لكن مخدومين بشكل شوية جميل هكذا ولونهم أخضر ويتسكروا ويدرع عليهم واحد الشامع أحمر وتسمى الحقيبة الديبلوماسية بمعنى أنها لا تفتح في المجال العامل الديبلوماسي الحقائب الديبلوماسية لا تفتح أبدا إلا في حالة استثنائية جدا كانت نصت عليها اتفاقيات دولية هي تعتبر باتفاقية فيهينا لسنة 61 واتفاقية أخرى أيضا في سنة 63 العلاقات الديبلوماسية والعلاقات الحنصلية فسفارة الإماراتية كانت تستخدم فقط من ناحية في البداية من ناحية الحقائب الديبلوماسية تهريب الأموال يوضع داخل هذه الحقائب ولأنها ممنوع في التعامل الدولي أن تفتح الحقيبة الديبلوماسية فتروح وتجي يهرب فيها الذهب يهرب فيها المال يهرب فيها الدولار يهرب فيها الأور ويهرب أي شيء ويهرب من الإمارات إلى الجزائر يهرب أيضا أي شيء بما فيها المخدرات بما فيها المهلوسات مثلا اللي كانت تزيد عن حدهم يعني اللي ما يحتاجوهاش تم ويصلوها لنا يعني لكن من بين هؤلاء كما قلت كان واحد اسمه أحمد حسن الشيباني أحمد حسن الشيباني هذا هو في الأصل اليمني كان هو في الأصل اليمني ولكن من اليمنيين اللي اخذوا الجنسية الإماراتية إمارات ملخصها يعني يعني بالإمارات مساحتها مرة ونص كما ولية الجلفة يعني حوالي 86 ألف كمم مربع عدد السكان حوالي 6 مليون ونص الآن 90% منهم أجانب فقط في حدد 10% إلى أقل من 10% اللي هما إماراتيين أو من أصل إماراتية الباقية هما عبارة على كل الجنسيات الهنود والباكستاني الأسيويين في الأشغال وفي بعض الأنواع التجارة وفي بعض كثيرة والأمريكيين والإنجليز شدين الإدارة في الغالب وشدين عندهم قواعد عسكرية الفرنسيس الأمريكان الإنجليز كلهم كلهم هناك وحوالي 10% اللي هما يعتبروا إماراتيين بالأصل أو قبائل من المنطقة فهذا أحمل حسن الشيباني إذن جاء وأعطيه جناح في الشرطان جناح كامل وبحراسة مشددة وبدأ في تخطيط لنهب البلاد سعيد بوتفليقة يومها وعد عز بوتفليقة أعطاوه كارت بلونش يفعل ما يريد يتلقى من يريد من المسؤولين ويتحرك كما يشاء فقعد حوالي 15 سنة من 2004 إلى 2019 لما فضحناه لما تحرك شعب جزائري في 22 فبراير أنا شخصيا كنت كلمت عليه وهرب في منتصف مارس هرب بطائرة يوما ما ممكن حتى نعود ونرجع لهذه الفترة ونجيبه الطائرة اللي هرب بها لأن كانت هناك صور فقام هذا حسن شيباني بوش بدأ يأخذ الأراضي مثلا اخذ منطقة على سبيل المثال يعني مش راح نعطيكم كل الشيء اللي يأخذوه لكن مثلا كان فيه منطقة مهمة جدا من جهة الموريتي 16 نكتار ونص كان فيه أيضا منطقة دنيا دنيا بارك كانت فيه منطقة أيضا منطقة أخرى وبنوا فيها عمارات والشوقق من أرقى ما يكون 24 ألف متر قبالة سيدي فرج قبالة مركز الراحة العسكرية تابع لنحية الأولى نحية العسكرية على سبيل المثال أكثر من الأراضي اللي ينهبها هو نهب لشركة سيانتيا سوسيتي ناشونال طابا ياليميت هذا السيانتيا شركة التبغ والكبريت هي ثاني أهم شركة في البلاد من حيث المدخول بعد سونطراك يعني التبغ والكبريت والشمة وكل هذه كلها ضرائب يعني ضرائب كبيرة جدا ويباع فكانت هذه الشركة من أربع شركات ثاني واحدة بعد سونطراك سيطر عليها سيطر عليها وسميت هذه الشركة بستيم أصبح اسمها ستيم وأيضا سيطر على شركة أخرى هذه الشركة بالمناسبة سيانتيا كانوا الأمريكان توباكو أنت اللي هي المنتج لماربورو وما شبه الماربورو كانت تريد أن تكون شريك مع الجزائر فيها بحيث تقوم بتطويرها ويعني الماربورو شركة الماربورو هذه هي ربما هي أهم شركة التبغ في العالم لم يمقى ومعه وعرضة أموال عرضة ملايير دولارات تستثمرهم وتقوم بتنشيط تم الرفض لكن أعطيت لجماعة الإماراتيين تقريبا بتلاعبات كثيرة بالدنار الرمزي لأن حتى الأموال اللي اخذاوها اخذاوها عن طريق بنوك جزائرية من اللي حيث تبخر له وأصبحت هذه الشركة وتسمى المادار أيضا يعني شركة المادار هي الفوق وهذه ستيم هي اللي في بدل سنتيا وأصبحت الإمارات عن طريق هذا أحمد شيبان تسيطر على ثاني أهم شركة في البلاد إخوانا اللي يعمل يعملون هناك رمي يعرفوا ولكننا بقى نحكي لكم يعني كانوا تواصلوا معي بعض الأحرار هناك واشتروا فيهم وليترضوهم وشيء استعباد استعباد داخل هذه الشركة مش هذا فقط من بعد هذه الشركة صيدرت على بنوزداد مثلا سيربي شبيبة بنوزداد وما أدراك ما بنوزداد شهيد بنوزداد وما أدراك ما بنوزداد اللي كانت تسمى بالكور تاريخ تاريخ الجزائر وفي أثار الثورة وفي شيء بنوزداد بالكور كانت تعتبر من قلاع الثورة الجزائرية سيطروا على هذا الفريق بالمناسبة الآن في هذه اللحظات كما قلت لكم راه يسيطر الآن الإماراتيين عن طريق شخص هو هذا ها هي الآن هذه قلت لكم مباشرة منين من الشيراطن دائما في الشيراطن انتخابات ما يسمى برأس الفيفا الفاف عفوا رأس الفاف في دراسة عن جنيه فوتبول إشكون هو واحد يسموه شرف الدين عمارة وهو من سكان الونزة من الحدود تقريبا في ولاية عنابة أو في ولاية الطارف الآن ربما فإشكون المرشحين المرشحين هما واحد على طريقة الحزب الواحد يعني مرشح واحد هو هذا الشخص لفرضاته الإمارات طب دوزاتشي زاتشي كان محسوب على العصابة السابقة على السعيد بوثفليقة ولكن الناس من ناحية يعني المهنية يقولوا زاتشي كما يقولك ابن المهنة يعني مر بالفوتبول ودخل فيه وكان عنده مركز حتى تدريب أشياء كثيرة بلا ما دخلوا في تفاصيلها والمؤكد ربما عنده 70 تهم الناس يتهموا بها لكن المؤكد أنه في الفترة انتعوا عرف الفريق الوطني أفضل مراحل خاصة بوصول بالماثل لتدريب الفريق الوطني هذا مؤكد والشيء الوحيد اللي رهما زال يعني يجيب شوية تفخر للجزائريين عن طريق هذا الحمد لله الحرك الآن يجيب شيء كبير لكن قال فوتبول شوية إلى حد ما وبالماضي وعناصر الفريق وعلى رأسهم بالماضي اللي استطاع أن يجعل فريق وأن يفوز وأن يجعل هذا الفريق محترم يعني الآن تسيطر الإمارات على لفف عن طريق هذا عمارة وبالتالي مش فقط تسيطرت على فريق سيربي وإنما تسيطر الآن على لفف بالرغم من قوانينهم أيضا تمنع أنه مثلا يبقى هذا في المدار قالهم من خرش من المدار لازم يبقى هو المدير تعال شركة المدار هذه اللي هي تشرف على ستيم وشركات أخرى يعني قتل الغزال وقتل الحبار وتدمير البيئة هذاك ما نحكوش عليه بحرص الدرك قضية التلاعب وأنتم عارفين عزكم الله أنهم كثير منهم يعني من قوم لوط وضربهم للأطفال وللبنات صغار واختصابهم هذا كان يتم تحت حرص الدرك ومزاء ومزال راح فقط جاءت الكورونا خفت شوية من الموضوع مزال كان صور كان فيديوهات كيفاش عابثين بالغزال وعابثين بال وللإنساف مش الإماراتيين فقط الإماراتيين السعوديين القطريين الكويتين تدمير سكان الصحراء عندهم مناطق ممنوعة عليهم إلى درجة أن ضباط كبار في الجيش أخبروني أنه عندما تكون عندما يكون هؤلاء الشيوخ والإمارات في الصيد سواء منطقة بشار أو منطقة البيض أو منطقة غرداية أو منطقة سعيدة أو المشرية مناطق كثيرة الطائرات انتعى الجيش الجزائري لازم يقول ما تطير أو لازم يعطوا الحسابات لأن هذون جيب لي زيليكوبتر وفي غالب الأحيان يصيدوا يقعدوا أيام في الجزائر ويذهبوا إلى المغرب لأنه أيضا في المغرب عندهم قصورهم وعندهم فيلاتهم وعندهم لكن في الجزائر عندهم الأماكن المسيطرين عليها ملف هذا وحده ملف الفساد العارف في الصحراء وتدمير البيئة وتدمير الحيوان وتدمير أبناء الجزائريين وبنات الجزائريين هذا وحده كارثة كبرى لو يفتح كارثة كبرى لو تعرفوا العبث الخليجي في المناطق الصحراوية الجزائرية ومناطق الهضار ما تقدروش تصدقوا أننا عندنا حكومة وعندنا نظام وعندنا رجالة كما يقال تقدروش ما زال تفضح هذه الأشياء وما زال تكشف نرجعوا للفاف إذن هذه سيطرة عليها اليوم الإمارات عن طريق هذا الشخص ولا يستبعد أن يتم تدمير الفريق الوطني تدميرا كاملا ولا يستبعد أن بالماضي يرميلهم كما يقول لك الله يرميلهم ليبونش ويروح لأن الإمارات تغلغلت داخل السلطة إلى درجة لأننا جنرالات لأننا وزراء لأننا صفراء لأننا صحفيين لأننا رؤساء قنوات ورؤساء جرائب عندهم فيلاتهم وعندهم شققهم وعندهم الفساد العارم المفتوح في دبي بشكل أساسي ولكن أيضا في مرة في أبوظبي لكن دبي بشكل أساسي بشكل أساسي سنرى سنرى واحد المثال تاحهم بعد قليل مثال بسيط يعني من أصغر الأمثلة أصغر الأمثلة مثلا مات القايد صالح كان متورط معهم إلى حدود قصوى جاش انجريح متورط إلى حدود قصوى لماذا لأن التورط لم يعد مرتفط بأشخاص دخلوا في العمق مثلا عندنا هذه مرسدس شركة مرسدس ألمان أقرب إلينا أقرب إلى الإمارات هذا إذا خذناها بالمسافة وإذا خذناها أيضا ب الجزائر كانت مخطة على قول أحد الوزراء الذي أخبر الآن قالوا لو التاريخ لو التاريخ مشى بطريقة أخرى لكنا ما زلنا أوروبيين استعمار هذا الإجرام الفرنسي في نهاية المطاف من بين سلبيات والقصوى كثيرة لكن كنا أوروبيين صحيح ديزانديجان وصحيح محبورين وصحيح كل هذا لكن تسمية المنطقة تسمية البلاد لالجيري كان تحت كان جزء من فرنسا وهذه الدولة لم ترى النور إلا في الواحد وسبعين ولم تكن موجودة من قبل هي جزء من عمان الإنجليز قسموها وداروا هذا المشيخ جابوا مشايخ وحطوهم وعطوهم هذه القطعة يعني الإنجليز هم اللي قسموا مناطق المشرق تقريبا كلها إلا في حدود معينة الفرنسيس قسموا الشام وهما الأخرين قسموا المشرق وقسموا الخليج إذن تروح لي الآن ببعض الصناعات اللي سموا الصناعات هي تركيب مش صناعات سوى مرسودس في الجيش أو بعض المصانع تركيب تركيب كلاشينكوب والسيمينوب ممكن في خنش له وفي أما عن طريق الصين طيب الصين نعرفهم قبل والجزائريين كانوا معروفين والصين وقفت مع الجزائر في حرب التحرير وكانت علاقات في الستينات وفي السبعينات طيب لا لازم تمر على الإمارات باش تروح للصين ولازم تمر على الإمارات باش تروح لألمانيا لماذا اللي عم اختصار بسيط الألمان ما يتعاملوش بالرشاوي الصينيين ممكن يتعاملو لكن في نهاية المطاف أسهل أنك تمر عن طريق الإماراتيين المشروع اللي يسوى 500 مليون دولار واللي يسوى مليار دولار 500 مليون تروح للصين مثلا وال500 تروح للدبي وتروح للبنوك هناك جزء يروح للجزائريين وجزء يروح للمسؤولين الإماراتيين أو أقل شي يبقى في بنوكهم على سبيل المثال نفس الشيء مع ألمانيا ولذلك اليوم راح في مجموعة كبيرة من الجنيرالات في السجن مثلا بينهم هذا جنيرال شوكي اللي كان يسمى تقد كان يسمى تع الصناعات العسكرية أو المشتريات العسكرية واحد من أكبر المجرمين لكن هل رأم يبحثوا معاه في علاقته مع الإمارات لا لا يبحثوهاش لماذا؟ لأن الجنيرالات اللي رأم في هارم السلطة هم أيضا متورطين هم أيضا عندهم فيلات هم أيضا عندهم شقق هم أيضا يذهبون هناك لما لذ وطاب من الفواحش ومن الشهوات وهو شنقريحة من اللي جاء عنده عام ونص الآن أقل من عام ونص وراح ربع مرات المعلنة ما نشعر فين كم من مرة سرية وجنيرالات آخرين مثلا قائد المخابرات اللي يسموه عبدالغاني راشدي كان هناك في الإمارات ربع سنوات مسؤول عسكري طبعا الإماراتين عارفين عليه يعني الإماراتين بين طرق اللي يدروها في البداية ما يقولوا لهم شرع عندكم يعني يفتحونهم الشهوات يفتحونهم الفلات يفتحونهم الشقاق يفتحونهم الفنادق إماراتيين عندهم مرات فنادق ما يعنيش حتى خمس نجوم فوق خمس نجوم لكن يصوروهم عندهم سيستام تاع سي سي تي في يصوروا كل الناس في غرفهم في الفنادق في كل شيء قوموا بعد سهل يفهموه باللي رحها كل قاع سرارك عندنا قاع مصايبك رحي عندنا هيا نمشوا مع بعض انت تستفيدوا حنا نستفيدوا كيفاش يستفيد المسؤول الجزائري يستفيد المسؤول الجزائري يعطوه يدي خمسة في المية ولا عشرة في المية من المشاريع أو واحد في المية أو اثنين في المية وتمر الإمارات تنهب البلاد ذهبت على الصحراء من منطقة تسمى تيريري فيها مطار خاص مش معروف وراه كل مناطق عسكرية هناك وممنوع لأهل المناطق هناك باش يدخلوها كي المناطق صحراوية كثيرة جدا ممنوعة سلال كانت داي آلاف الهكتارات هناك ويش يدير سلال بذيك الهكتارات على أساس أن هم من يشعر في زي لا لا هم كانوا يحفروا على الذهب في الحقيقة يديروا على أساس أنها باش يطوروا الفلاحة إلى آخر لكن هو كان كله البحث على الذهب وعلى المعادن الثمينة ولكن أيضا مناطق عسكرية أيام القايد صالح كان المشرف عليها صواب نسيبه قبل ما يأتي إلى وهران إلى ناحية العسكرية الثانية هو أيضا أخبر الآن داروا له حقنا كالعادة يعني وجاب آخر حطه هناك في الناحية السادسة لكن راح لقايد صالح جاءوا لخلفه الآن ما زال الذهب يهرب من أقصى الصحراء الجزائرية يهرب إلى الإمارات كنت نقرأ في تقرير يقول لك أن الإمارات دخلها 27 مليار دولار من الذهب من أماكن متعددة من العالم من كثير من الأماكن وإن كان حروب وإن كان السودان أثيوبيا تشاد نيجر ينهبون في الذهب في المعادن الثمينة في الجزائر في موريطانيا في مالي وبمشاركة المسؤولين تعالى دول بما فيهم نحن بما خصنا الجزائر وهناك أدلة كثيرة في هذا الموضوع هناك كتابات في الحقيقة حتى الاتحاد الأوروبي يوصل إلى أنه أخرج قرارات شديدة بالرغم من أن الإمارات عندها نفوذ ولوبيات كبيرة في أوروبا وفي الولايات المتحدة إلا أنه أخرج قرارات ضدها السنة الماضية والسنة اللي قبلها من أن الإمارات تقوم بأعمال مريبة بالرغم من أنها تقدم خدمات لفرنسا ولبريطانيا ولأمريكا في أشياء كثيرة لكن وجدوا أن طريقة النهب طريقة الحروب لأشعلتها في اليمن في ليبيا مصر وضعت أحد عملائها هناك في تونس توري تدميرها الجزائر تسعى إلى دائرتنا الآن في مريطانيا كان قاعدة عسكرية إماراتية في النيجر كان قاعدة عسكرية إماراتية وطبعا عندها مجموعة من جنرالات عملاء مباشرين قلت هذا عبد الغني راشدي مثلا كان عندهم والآن عنده شركات هناك في دبي وهم عارفين الملف أنت أو كامل رئيس المخابرات الجزائرية ملفه كامل عند المخابرات عند المخابرات الإماراتية وعند دولة الإمارات تغلغلوا داخل هرم السلطة إلى درجة أنه ليس هناك حل إلا الحراك إلا التغيير الجذري إلا رحيل عصابك كل حتى تستطيع أن تقطع هذه الجذور تحت هذه الدويلة المسخ الشيطانية ونعرف أن ما أقوله قد يكلف نحاياتي لكن والله والله لا يهمني ذلك والله لا يهمني ذلك مدام كنت أنا أكشف هذه الحقائق الجزائرية لأنني أعرف هذا الموضوع مش كل الناس تستطيع أن تذهب فيه لقص الحدود تكلم عليه خاصة أن هذا الخبثاء حتى هناك من أخبرني قال لي أنهم عندهم شركاتهم الخاصة هنا في بريطانيا وأنهم قد يؤذوني فليفعلوا قل لن يصيبنا إلا ما كتم الله لنا لن نصاب مهما كان إلا ما هو مكتوب وكشف الحقيقة إذا كان يجب أن تقطع عليه رؤوسنا فليكن ذلك لأن في نهاية المطاف عندما يصل الوعي وقد وصل والحمد لله إلى أقصى الحدود إلى الشعب الجزائري فإن هذا الأمر سيتغير وهذه الدويلة المسخ ستختفي من الجزائر لكنهم لا يريدون أن يذهبون طبعا ملفات كثيرة رغم سيطرين أيضا على حاجة عندهم سموها ستيل وهي للحديد مسيطرين عليها وملفات كثيرة ومشاريع وهمية كانوا يأخذوا القروض من البنوك الجزائرية اللي عمرها ولا ترجع لأنهم اختصار بسيط أصحاب البنوك المدرع العامون تعال البنوك والمسؤولين كلهم عندهم طرق باش يديروا مسح لهذه الديون وموسيحت المليارات من الدولارات اللي ذهبت في مشاريع وهمية للإماراتيين وأحيانا المشاريع استفادت منها الطبقة والعصابة هذا حسن هذا شيباني كان وهو يجي يجوه كل مسؤولين جزائرية كلهم يعني أن يشوف عنده قوائم من هم أهم الناس في الجامعات عندهم قائمة أهم الناس في وزارة الدفاع أهم الناس في وزارة خارجي أهم الناس في وزارة التربية وهكذا كل الوزارات كل القطاعات في الإعلام من هم أهم الصحفيين ما هي أهم الجرائد ما هي أهم كلها كل واحد واحنا عندنا كثير طماعين كما تعرفوا واحد خصوا سكنة البنت واحد يحب يبعث بنوه بورس واحد يحب يبعث يدبر ريزيدانس الانسيبو واحد اها شيبان يدبرها شيبان عنده علاقات عنده اتصالات وعنده المال ودهن سير يسير وهكذا تغلغلوا وتغلغلت المخابرات الاماراتية عن طريق هذا شيبان وعن طريق السفارة اللي كانت في الغالب تقوم بأدوار فقط ان تعنقل الأشياء وفي طريق لفاليز ديبروماتيك بشكل مرعب راهم اليوم اكثر من السوسة المتسوسة اللي تكلم عليها احدهم داخل وزارات الجزائر وقطاعات الجزائر الى حدود قصوى لم يكتفوا بذلك لكنهم اصبحوا اتخذوا الجزائر كما كان ايضا لتصفيد حساباتهم ما هي الاكبر المخاطر اللي عندهم والحسابات اللي عندهم مع القطريين القطريين شراءوا المعرفة وشراءوا الابي والسلم عن نظام الجزائري هم مثلا يخذوا ستة مليار غير في موضوع تعب اللارة وستة مليار دولار وخذين ثلاثين الف هكتار في ولا خمسين الف هكتار ضم ثلاثين الف في محمية البيض محمية القطرية واشياء اخرى لكن قدر الانكال القطريين يعرفوا نفس العقلية عندهم ايضا حسابات مع الاتراك لكن الاتراك عندهم بزنس كبير في الجزائر ملايير الدولارات خاصة في قطاع السكن قطاع السكن لذكرنا صاحب اللي لانكو دور ويحيا اللي بالمناسبة هذو اللي لانكو دور من عند الاماراتيين اللي باحوا في السوق السوداء رئيس وزراء يبيع اللي لانكو دور منتع الرشوة في السوق السوداء لماذا خرج هايوما ويحيا باش يعطيهم اندار وبالفعل منذ ان اعطى الاندار ذلك لكبار الجنيرالات وكبار المسؤولين جابوه حطوه رفوهران في اقامة خاصة بعد ما كانوا طيشوه في بشار اذا موضوع اللي لانكو دور في الحقيقة ما كانش يروح عند او يحيا فقط كان يروح عند هذو المسؤولين اي ان اللي ليشرولوش فيلا وشقه وعنده العبث وعنده يدي لانكو دور تاكيلو كيلو ذهب خمسمائة جرام ذهب روح هايليك ومسوا قطاعات متعددة طبعا كنقولوا قطاعات ما نمسوا الرؤوس في النهاية في نهاية المطاف احيانا يمسوا بعض اللي يسموهم اكاديميين او بروفيسيرات مدراء جرائد مدراء تحرير الى اخري باش منطولش عليكم اني شور باللي رانا فتنة ساعة موضوع مازال معقد ومتشعب وفيه كلام كثير وطويل وعريض من بين هؤلاء احدهم خرج امس عارفين بالحقيقة عارفين القصة لكن بالنسبة لينا ما نشقاعدين الان في الحسابات مع الناس لكن عندما تخرج وتكذب لا نضطر ذاك الوقت احيانا مش كل مش دايما كثير من الاحيات نمروا الاشياء ونركزوا على العصابة لان على قول علي علي عزة بيكوفيتش جفف المستنقعات يختفي الدباء قبل ما نروح لكم لهذا خلينا نختملكم في موضوع الامارات كما قلت را ما زال طويل مثلا ما زالت كلمة على قضية ايكوسيا اللي هي هذه كابيتال انفستمنت اللي هي بنك واشتقوه يتم تهريب اموال الجزائريين وبالاموال تاعة الجزائريين يتم شراء الذمم تاعة جزائريين وكي يشيروا الذمم تاعة جزائريين يزيدوا ينهبوا اكثر ودائما من اللي حيتو بخر له ودائما اموال بنوك الجزائرية يعني وماذا الحديث على مدار والحديث على هذا عمارة وكلام كثير وعلى ستيم هذه ايضا شركة اخرى لا عفوا مش ستيم ستيل وكلام كثير بالمناسبة هذا اللي راهو الان تعالفاف عند ساكن في كلوب ديباء فيلا في كلوب ديباء مسؤول في شركة اجنبية المفروض واذا دخلك في فيلا في كلوب ديباء طبعا ما دمرك مع الاماراتيين كل شي يفوت وكل شي يمر وكل شي يتعطالك قبل ما نخرج من الموضوع كائن هذه القصة وهي تعنينا هي بنت امير هناك لكنها تعنينا أيضا لأن هذه البنت خلينا نشوف موسيقى موسيقى وموسيقى وطبعه وشكرا مع يدون من موضوع أستخدم نكن مؤسس امير هناك ولمه صول وجود هل تنظر وإنه كله المنش في صلب من نحن لا يوجد مدية لا يوجد الهدر ولا يوجد نحن تهم بلدى سبب دخل جيد من نحن التسليط سيجحني هذه البي بي سي وهي تنقل عن الشيخة لطيفة الشيخة لطيفة هي بنت حاكم دبي وهي محتجزة في دبي منذ عشرين سنة عمرها الآن ربما تقترب من ثلاثين سنة أمها جزيرية يعتقد على نطاق واسع أن أبو تفليقة قدمها لهذا الأمير عندما كان يشتغل مستشار فهي واحدة من 25 طفل لحاكم دبي طبعا حاكم دبي كانت العالم كله تز لما هربت زوجته وهي أخت ملك الأردن وهربت ببنيها الاثنين هربت إلى ألمانيا ثم من ألمانيا هربت إلى هنا إلى لندن وقصة طويلة كتبت عليها الإعلام خاصة بريطانيا والولايات المتحدة وفي أوروبا عموما قصص طويلة وعريضة على الموضوع حالا أنا حبيت فقط نقول لهم باللي هذا المواضيع الشعب الجزيري الآن يعرفها اللي ما يعرفها شي واللي يعرفها لأن تلاعب في بلادنا مش مسموح لا تسمح لنا لا يسمح لنا شرفنا كأحرار جزيريين أن نسكت على عبث أي كان بغض النظر على فرنساوي تركي إماراتي روسي صيني أمريكي بريطاني ألماني أي واحد يعبث في بلادنا لن نسمح بذلك فلندفع حياتنا ثمن لذلك فلندفع دفع الرجال والنساء قبلنا حياتهم لتحرير البلاد فمن باب أولى أن تحرر البلاد ويحرر الشعب وتعود الحرية وتعود الكرمة لهذا الشعب إذن هذه قصة طويلة لمن يريد أن يبحث فيها يجدها خاصة من الإنجليزية وهي كما قلت من أم جزائرية لحاكم دبي وهي سجينة اليوم بالرغم أنها حاولت أن تهرب ثم لحقوها في البحر في المحيط الهندي ودخلوا الهنود اعتقلوها وسلموا قصة تصلح لأكثر من فيلم وربما حتى رأي عملوا عليها فيلم يعني أو أكثر من فيلم من بين الأشخاص اللي هو خدام عندهم هو هذا هذا اللي على اليمين في الصورة من تحت وهنا من صفحته اسمه جلال بوعاتي جلال بوعاتي واش يقول هنا تلبية لدعوة كريمة مسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السيد يوسف آل علي رفقة آل علي رفقة زميلي محمد بغالي رئيس تحرير الخبر في اللقاء المرئي حيث قدم عرضا مفصلا ومهما حول جهود دولة الإمارات المحلية والإقليمية والدولية في مواجهة كورونا يعني مهزلة أي كلام دائر اللقاء ومدير تحرير هذا بغالي الآن هو مدير الإذاع الجزائري وجلال هذا بوعاتي أصبح هو مدير التحرير تعال خبر لقاء معامل مع السفير الإماراتي على وجه حدث مع الكورونا وجهود الإمارات المحلية والإقليمية والدولية وكأنها هي لصنعة فايزر مثلا مثلا كون جيبنا سفير الألماني ممكن يحدثنا على فايزر الأمريكي ممكن يحدثنا على فايزر أو على جونسون جونسون مثلا عن الفاكسي البريطاني ممكن يحدثنا على سترازينيكا مثلا حتى لو كان جبنا الصيني كان جبنا الروسي حدثنا على سبوتنيك مثلا مثلا أو الصيني حدثنا على الفاكسان الصيني أو أي دولة واش دخل الإمارات مع أقليمية ودولية لكنها طريقة لبيعه لتقديمه الجزائريين يصبح جزء محبوب أليف وبعدين مروا ما يريده السافير وما تريده دولة الإمارات مثلا واش مرر اليوم هذا السيد هذا واش مرر ها ها واش مر الخبر جريدة الخبر اليوم 5-15 أبريل العلاقات الجزيرة التركية على المحك بعد لقاءات جمعت مسؤولين أتراكا وعضاء في حركة رشاد حسب مصادر الخبر الاجتماعات عقدت في مدينتي إسطنبول وأنطاليا أنطاليا هذي في تركيا عنوان كبير دخول لإنترقية ما قامت وتحت العنوان الاختيار بين أعمارة وشرف الدين الفاف مرة أخرى للإمارات وتروح تقرأ نقرأ لكم بسرعة باش منطولش عليكم لأنها ها هي الموضوع أوردت مصادر مطلع عن باع حول بوادر أزمة بين الجزيرة وتركيا على خلفية معلومات تقول ذات المصادر المصادر ذات المصادر ما نشعر فيه ماذا هو المصادر مصادر ذات المصادر أنها مؤكدة وموثقة حول لقاءات تمت بين ممثلين عن السلطة التركية وممثلين عن تنظيم حركة رشاد المصادر هاكذا مش عارفين المصادر أفادت بأن اجتماعات رسمية جمعت في مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد بمدينة اسطنبول وأنطاليا مخبرة على أن موضوع اللقاءات تمحور حول توفير الدعم اللوجيستي والسياسي بهدف تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري جميلة هذه العبارة تمكيني من الشارع الجزائري هنودة هنا والله من الفيتنام والله من المكسيك والله لعلنا من الإمارات من الجزائريين هنا وأبرزت المصادر دائما المصادر أن ما حدث فوق الأراضي التركية وانتهى إلى علم السلطات الجزائرية حيث توقعت أن يؤدي ذلك إلى توطر العلاقات بين البلدين وهي علاقات قد تبدو في نظر الكثير من المناقبين في أحسن أحوالها طبعا الإمارات الترك تقريبا في حدود خمسة مليار دولار ما بين التجارة والبناء والمساكن ملايير دولارات تركيا هي ثالث تقريبا بعد فرنسا والصين وبحسب مصادر وبحسب مصادر الخبر فإن النظام التركي بقيادة الرئيس طيب برجبال يكون قد قرر إضافة على القائمة هدفا جديدا في شمال إفريقيا هو الجزائر وذلك عبر تحريك الخلايا النائمة لهذا التنظيم الذي تصنف السلطات الجزائرية على أنه الأكثر تطرفا وخطورة على أمن الدول أمن الدول مش عالدة حتى على العصابة عن الدول في محاولات المناورة وتدخل عن بعد في الشأن الداخلي الجزائري وبالتالي زعزعت استقرارها وما يثير استقرار أن قراءات المراقبين الجزائرين وحتى الأجانب كانت ترى في العلاقات الثنائية بين الجزائر وأنقر مضربا للمثال في التشاور السياسي والتنسيق الأمني ومن بعد يقول لك أن طيب أردوغان كان أول رؤساء دول الذي زار الجزائر في 26 جنوبي 2020 بعد انتخابات 12 ديسمبر ومن بعد يضيف في فقرة أخرى غير أن استفراضها فت السلطات التركية يعضى في حركة رشاد والتي تعتبرها المصادر بأنها استفزازية ستضع كل ما تم بنائه لحد الآن على المحك وقد يدخل علاقات إلى الثلاجة خاصة في وقت تفيد التسريبات بوجود مسعى جزائر من أجل تصنيف حركة رشاد في قائمة التنظيمات الإرهابية وقد يؤكد وما قد يؤكد هذا الاتجاه تلميحات البيان الصادر إلى آخره وجادير بالذكر أن ما يسمى بحركة رشاد سمعوا الفقرة المليحة هذه الأخيرة أضحت محل انتقاد وتحذير داخل الجزائر وذلك بسبب نشاطها كما جعل لساء القانونيين ريضة أغبار أصبح ريضة أغبار يجيبوه للحدث ويسب ويصبح مصدر ريضة أغبار مش هنتكلم على ريضة أغبار قلين أخونا عباس عروة ويوسف بجاوي ردوا عليه لما هاجم حركة رشاد ردوا عليه بكل أداب واحترام ولكن كسروا له وكل الأكاذيب نتعوه وأنا فضلت أني ما نتكلمش عليه وحتى يومها ما نشرت حتى وش كتبه يعني نحن الهدف في نهاية المطاف حتى أيام أخيرة كنا نظن بليد أغبار ربما ظل في التحليل أخطأ في التحليل أرتكب خطأ هنا لكن من الحرك لكن خلاص رأوا تفضح والناس رأي ردت عليه ونظن للناس اللي شافوه أمس في هذه قناة الإمارات السعودية اللي تسمى الحدث شافوا الناس كيف يش ردوا عليهم المهم مش راح نحبسه عنده كل هذه المعطيات التي سأسمع الفقر للأخير هذم ليه كل هذه المعطيات التي تستدعي الاهتمام المتابعة تدفع نحو التساؤل حول شكل ومضمون الأجوبة التي ستقدمها السلطات التركية لتبرير هذا الانخراط في مسعى ضرب استقرار الجزائر التي لها فيها مصالح اقتصادية وثقافية هامة مقارنة بدول أخرى في المنطقة خاصة بعد أن صارت منذ 2011 اسمعوا مليح مأوى لقيادات وأتباع تنظيم الإخوان المسلمين المصري ومن دول إسلامية وعربية أخرى وهو ما يثبت اتهامات عدة عواصم لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستعمال هذا التنظيم وغيره كورقة ضغط تركية في دول عربية واللينا احنا كلات حركة رشاد تنظيم من الإخوان المسلمين هذه في جريدة الخبر يعني الآن عندي هنا عدة ملفات وكتابات من جرائدهم جرائد الإمارات هذه تسمى العين العرب إلى آخره تصفنا بأننا حركة إخوانية إرهابية إخوانية سلافية كلها طبعا فروفاغند يقولها الإماراتيين والإماراتيين يعرفون رشاد ولا مش يرشاد لكن لما تجي جريدة مثل الخبر للمفروض جريدة جزائرية وتضعنا أننا نحنا في تنظيم الإخوان طيب مقري وإن يروح مقري وإن يروح كي نكون إحنا في تنظيم الإخوان حتى جاب الله وإن يروح وإن كان جاب الله يحسب على ما يعرف بالمحل الإخوان المحليين طيب مقري اللي في التنظيم العالم وين يروح هو وأحزابه واللي نعرف أن حمصتها فتتت إلى خمسة أو ستة أحزاب الآن يعني هذه وحدها تدينكم أمام الشعب الجزائري أنكم تكتبوا عليها علناً نحن عرشاد قلنا هنا وهذا نحن حركة جزائرية مسلمة نقطع إلى السطر كل التصنيفات كل التقسيمات نحن نعرف أنها ديفيزي بوريني أنها شتت قسم باش تحكم باش تتحكم معروف لكن المهم مش في توصيفكم الخاطئ طبعا الخاطئ مش خطأ الخاطئ بالقسد المشكل في عملتكم للإماراتيين عملتكم للإماراتيين طبعا ممكن أنتم وحدكم يعني وانتم ظنيتوا قيل لي بأن هذا نحوها الخبر طبعا نحوها لأنها لماذا؟ أولا تصيب ضرر للنظام ككل النظام لا يريد أن تكون عنده مشاكل مع أي دولة ربما ما عاد النظام المغربي لدخل معه في خصومة أنت داحس والغبراء الآن رأي فات داحس والغبراء خصومة الخال 60 سنة الآن لا يريدون خصومة مع الدول الأخرى ولا يريدون مشاكل وتركيا لا يريدون مشاكل معها مش فقط لأنهما أيضا عندهم بزنس وتبون والشركات المرتبطة به وبعض الجنرالات عندهم بزنس مع الأتراك وعندهم الدي وجيب وبنيلي ولتور والمباني مش فقط عندهم أملاكهما في تركيا في اسطنبول وغير الخارج اسطنبول مش فقط أنهم يرحوا يحوسوا وعندهم أبنائهم هناك وتركيا ما جميلة مش هذا فقط عندهم حسابات أخرى في ليبيا مع الأتراك ولا يريدون أن يصبحوا لعبة في يد الإمارات فقط من نظام الجزائري حب قدر الإمكاني يحدث توازن لأنه ضعيف وخايف في حدث توازن مع السيسي ومع الإماراتيين ومع الفرنسيس ومع الأتراك ومع الروس في ليبيا ويقول لك نارنا مع الحل في ليبيا هو معهم قاع هما مضاربين متقاتلين الآن لما جاء الديمقراطيين في أمريكا هم فرضوا نوع من الحل في ليبيا لكن قبل ذلك أيام ترمب كل هذا مضاربين الشعب اللي بيدفع ثمن لكن نظام الجزائري معهم قاع علاقته طيبة لأنه خايف وكل هذه الدول أي واحدة منهم تقدر تدير له مشاكل وكان يقول كلمة واحدة حتى أنه لما بعض دول إفريقية اعترفت بمغربية السحراء قامت القيامة داخل الجزائر وما قاعدتش لكن لما الإمارات اعترفت بمغربية السحراء الغربية وما سكتوا وقالوا لا شيء خافوا من الإماراتيين ملفات الأخلاقية والمالية قالوا do nada يقدروش لكن أيضا لا يقدروش للأتراك وبعدين عارفين أن الأتراك والفرنسيس والإماراتيين نعم في معارك في كل مكان الأتراك حلفاءهم القطريين والفرنسيس حلفاءهم الإماراتيين والسعوديين والمصريين من الضربين في ليبيا من الضربين في السوريا في العراق في مصر في تونس على حساب الشعوب تحت هذه البلدان فالنظام الجزائري مش حاب يدخل هذا الخايف ويعرف انه ممكن يصفوا حساباتهم على حسابه لذلك امرت اليوم الخبر بسحب الخبر هذا لكن طبعا انتشر الخبر ممليح انتشر لان اولا اعطانا فرصة لهذا الحديث وثانيا اعطانا فرصة لتوضيح الامر هذا الجزائريين هذو اللي يسموا علميين ويسموا طيب لما جيت تبدأ تقول المصادر اعطينا مصدر واحد قلتها لكم ونعودها لكم والله لو اعطيت لنا املاك الدنيا كلها واموال الدنيا كلها وذهب الدنيا كلها ودولارات الدنيا كلها ما ارتبطنا بدولة او نظام او جهاز مخابرات اطلاقا اذا كنا احنا نحارب في العصابة بتاعنا والمخابرات الارهابية كيف يكون هناك عاقل ان يرتبط باجهزة اخرى هو عارف انها في نهاية المطاف تخدم بلدانها ودولها ان اي معارضة اي مقاومة ترتبط باجهزة مخابرات خارجية او دول اخرى تصبح عميلة له ولو بعد حين عن قصد وعن غير قصد هذه طبيعة الاشياء يسموها هذه طبيعة الاشياء لان الدول الاخرين ليس منظمات خيرية اجهزة المخابرات ليس منظمات خيرية هذه تريد مصالح وكل الذين ارتبطوا باجهزة نتحداكم اليوم وغدا وامس واول امس والى نهاية حياتنا ان تجدوا شعرة واحدة ونقولش دليل واحد على المليون من الادلة ان عندنا ارتباط مع اي جهة خارجية تكلم على قيدة حركة رشاد وانا اعرف ايضا ان كثير من احرار الجزائر المقاومين يمهوش في حركة رشاد وقد يكونون عندنا معهم حتى ربما خلافات في وجهة النظر او في الاراء الاحرار لا يرتبطون لا بدول ولا باجهزتها ولا بغيرها لانه يعرف انهم بعد يقدر يولي لعبة في ايديهم ويعرف انه يسجلوه ويصبح ما يقدرش يتحرك لو جيت انا او مراد هنا او عباس عروة او رشيد مسلي او كل سمي منشئت من قيادة حركة رشاد مرتبط في الداخل او في الخارج مصطفى قيرة مراد هاشمي اي ان كان مرتبط باي جهاز او ما نقدروش يعني انا قاعد هنا ننتقد الحكومة البريطانية ما نقدرش لو كان جيت مرتبط بجهاز مخابره ما نقدرش يقولوا لي ايه دارك مش بدولك الملف روحوا قلوا مش بدولي ملف هم ولا غيرهم لو ترتبط بالاتراك ما تقدرش انا خرجت وانتقدت اردوغان عدة مرات وانتقد السياة التركية في مجالات معينة لكن ما تركيا ماشي الامارات اللي نكون صريحين امارات دمرت المشرق العربي كله وراحي على ابواب تدمير المغرب الكبير ولا ابن سلمان ولا السيسي لكن عندنا انتقادات لاردوغان ولحكومة اردوغان لكن همي ما هو جاني نبقى هنا في انتقادات الحكومات الدول الاخرى انا همي هي العصابة حتى احنا لما نتكلم على دول اخرى في الغالب نتكلم عليها في ايطار مرتبط بالجزير بشكل او باخر في الغالب يعني وإلا همنا واساسا هو انه نسترجع وطننا ونسترجع بلدنا وتقوم دولتنا وتنهض شر ونهض بلادنا اذا ليرتبط بجهاز مخابرات او بدولة اخرى ما يقدرش يا عرف الناس ولدي تصريحات الان عمرها 26 سنة او ما يقارب اناني ما توقفتش مرة وان كان يجب ان اقول كلمة حق وقلتها في اي نظام وفي اي دولة اخرى كرش لما فيها شتبن ما نخافوش ما عندناش وينتردو نتكلم معاكم بكل طلاقة وانا لايف وما نقدرش كنقول كلمة مش نحن نسترجعها يعني لو كان كين اي شيء نزيد لكم شيء اخر مش فقط انا هاد المرة لما جيت خارج من تركيا اعتقلوني صحيح ان الاعتقال كان مؤدبا وقالوا ان عندهم معلومات اني كنت في انطاليا هما سألوني قلت لهم انتو ما تسألوني وانتم عارفين انه حتى لما نخرج من اسطنبول لازم يكون عندي رقم باعتباري اجنبي وحتى الاتراك لان باسم الكورونا لازم تاخد رقم وهذاك الرقم يعطيك وتوريزاسي بشر البي او اذا كنت في سيارة خاصة يوقفك لاخر لما عندك شهادك الرقم معنا ماختيش توريزاسيو باش تغادر المدينة باسم الكورونا هما داروها في الغالب صحيح على جل الكورونا لكن ايضا يحسبوها لأسباب امنية تركيا في اوضاع مهددة وكانت داعش هددتها والاكراد بازلوا معهم في حرب وكانت عندها محاولة انقلابية قادوها الخليجيين وبعض الاتراك وبدعم امريكي الاخري الاخري ومشاكل مع الروس ومشاكل مع ايران مشاكل دولها هذا عمر يخصها ما يخصناش احنا اذا فقلت انتم عارفين لو كان رحت انتم عندكم الاخبار قالوا لي في الحقيقة احنا جاتنا اخبار مؤكدة وكذا مخابرات الجزائرية قلت لهم حبت لتتأكد اغبياء لكن هذا اللي شنان تعال الخبر خلينا نشوفوه بلك راح يظهر في مكان اخر بالحقيقة كان اظهر من قبل في جريدة يستطيع الناس يدخلوها الان ويلقوها في الانترنت هي هذه للأسف سامحوني الصورة صغيرة لكن ها هي عندك اسمها العرب جريدة اماراتية تصدر هنا في بريطانيا كاتبين نفس تقريبا الكلام اللي قالتو هنا الخبر وقتاش في قوت 2020 يعني عنده ثمان شهور الكذبة اللي ابتدعتها المخابرات الاماراتية وبعد عطاتها لوحد السفيه هنا في بريطانيا قالها هذا السفيه وبعد قالوا نقلا عنه ونشرتها جهات معينة وقالوا مصادر يعني مخابرات الاماراتية تعطيها ليسا فيه هنا موجودة بريطانيا معروف قال انه مستعد يقتل 20 مليون جزائر وهو يقولها مقابل طبعا يمبعد يدوها عليه جريدة اماراتية في الدخل الامارات واحدة تسمى العين درت نجيب لكم مثلا جزء منها واحدة صادرة هنا ويجيبها الحدث اللي هو قناة اماراتية سعودية وتصبح خبر واليوم باش يبعثروها اكثر نشروها في بعض القنوات المفرنسة الجريدة المفرنسة ما مشاتش لم يعود كثيرين يا قرعوا الفرنسية في الجزائر فقال خلينا نحطوها في جريدة معربة وروح جيب صاحبنا هذك لموال في جي عندنا لدبي ورانا شاريين له هناك ورانا كذا جيبوا جيبوا خليه يخرج لكن لحنوش انتوا انا قالوا نح 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 وشك تلعب نح ما تلعبناش مع الاتراك لان الاتراك كذلكم عارفين بلي هذا مش صحيح وحنا عارفين بلي هذا مش صحيح وربما يغضبوا وبالفعل الاتراك سيغضبون يقولوا معلكم دخلونا في الشؤون تاعكم احنا لكننا نعود نقولها لكم باختصار بسير شوفوا انا اذكرتها ناكم عنا واحد ما طلبتش اسم ما سألتوش وإلا كنتم نقولها متزوج بمرأة تركية منذ عدة سنوات وعنده الحق في الجنسية التركية كأي واحد يتزوج بمرأة تركية عنده الحق منذ عشر سنوات باش يدي الجنسية التركية والله ما اعطوها له من قيادة حركة رشاد ما اعطوها لهش هو ما اصرش عليها هو انسان عنده كرامة وشهامة كأذوك أروع الجزائريين بتلك الشهامة والكرامة ما اصرش عليها قال لك يا برك باش موش كل مرة نطلب البيزا بس احق قال لهم ما تعتم ما تعتموها ليش خلاص لا يسهل عليهم عنا مرد هنا مرتين راح للتركية في ظرف عشر سنوات المرتين كي يصل لها يروبور يقولوا له سامحنا ما تخدرش تدخل هاد الناس يروحوا يتلاقوا مسؤولين اتراك وفي انطاليا وفي اسبان واسطنبول منش عارف وينو مسخرة مهزلة حقيقية تعتقدون لانكم خوانة وعملاء تعتقدون للاخرين مثلكم دوروا كين احرار جزائريين كين شهامة جزائرية كين مبادئ وقيم جزائرية ولكن ما كانش كين هذي يكون بلاد ما تحررتش راهوا لانه كانوا كينين جزائريين وجزائريات اصحاب شهامة وكرامة ومبادئ ونيف اللي استطاعوا يحرروا البلاد وإلا راه كانت البلاد خلاص كان يقول شكون يخرج فرنسا وضربت كثير من 125 سنة آنذاك قرن وربع خرجوها الاحرار لانهم احرار حقا وهذا الاحرار حقا عندهم ابنائهم واحفادهم حقا ليس شرط بالدم إنما بالمبادئ والأخلاق لتنتقل من جيل إلى جيل إذا كنتم عملات على الإمارات وسلمتوا لها البلاد والآن عندها البروفيسيرات التاحة وعندها مدراء الجامعات التاحة وعندها مدراء الصحافة التاحة والقنوات التاحة فما تضمنوشنا الجزائريين كلهم هذيك وعندها جنيرالاتها ووزراءها ما تضمنوش جزائريين كلهم هذيك سفهاء سخافة ليس لها حدود وسفالة ليس لها حدود نحن أحرار ولدنا أحرار وسنموت أحرار ولا يمكن لأي إن كان نتحكم فينا ولا يمكن لأي في أي حال من الأحوال أن نرتبط بأي جهة خارجية لأننا نعرف أن الارتباط بالجهات الخارجية يعني ضياء الكرامة وضياء القرار وضياء الشهامة ما نقدرش نجي نقدر قدامكم هكذا تحرط البلاد الله يبارك ما تحرطش درنا اللي علينا أو على أقل حاولنا ننديره لكننا على يقينها ستحرر ولو بعد حين بعدها سيأخرج الجزائريين في الجموعة 113 وسيرفعون الشعارات وقد رفعت من قبل هذه الشعارات للجزائريين في بداية الحراك ليس الآن شعب فاهم وفاهم مليح كيف تتم الأمور كان واحد مسؤول اسمه شيباني لا مش هذا دعونا منه هذا هذا من بين الشعارات اللي كانت في منتصف مارس هرب بعدها شيباني هذا اللي حكيت لكم عليه وأصبحوا ويرتعدوا الإماراتيين وقالوا لهم غير روحوا وخطش الشعب رأه هو ثاير غدا سيرفع شعب جزائري أيضا وسترفع في عدة مدن أيضا ليس الشعب يعرف شعب رأه فاهم يا ما يسمى بالخبر وأشباه الخبر يا من بعتوا كرمتكم وبعتوا ضمائركم لما يسمى المصادر وخبرات الإماراتية عن طريق سفيرها هي المصادر أنا عارف أن لحنوش أنتوا أنا عارفينكم وعارفين وقت شركم تروحوا ورأهم يسمعوا مكالماتكم ورأهم يطلعين على كلش ورأهم ممكن حتى دارين كاميرات للإماراتيين وغيرهم وغيرهم أنا عارف ولذلك قال لكم نحو 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 لنا ما شاكم تديرون عارفينهم هم عارفين كانوا كلما يبعثوا لي واحد على أساس النصحافية أو على أساس الزميل قديم أنا ما نكونش عارف أنه جايب شي خاطبني من عندهم يبدأ لي يقول لي والله غير يشوفوك وطني مخلص وعارفينك وعارفين كذا وقلوا شكرا لك لكن خلنا من هذه المقدمات هم عارفين إذا كنا لعلي قلتها من قبل كان من أصدق أصدقائي لا مي أنتي من تاعي ويسمى محمد روكاب يعني من بالي زمي أنتي وهو إنسان فاضل يعني كشخص من تسعة وتسعين وهو سكريتير لبوتفليق أنا اختلفت مع عهدك قلت لك فش تكون انت سكريتير لبوتفليق سكريتير الخاص من تسعة وتسعين لألفين وستة وهو يترجاني إذا نغير رأيي ونجي ونأخذ أي منصب قلت لها سي محمد راك غالط الناس ليش كلها تعمى ناصب ونتعمواله لا حكاية الناس اللي عندهم مبدأ يساوي الدنيا واللي فيها قيمة قيمة حرية قيمة كرامة تساوي الدنيا واللي فيها عشرين سنة وهو سكريتير الخاصة عبوتفليق يعني كان يمر عليه كل شيء يعني لو كان باش نحوزه احنا حتى في حركة رشاد وقية حركة رشاد كلها بالأسماء قالوا اننا مناش معانيين بالسلطة وان حركة رشاد أصلا ستقوم بحل نفسها بمجرد قيام دولة مدنية من حق الناس أن يسعوا للسلطة لكن احنا وضحنا أمرنا لأننا عارفين أن معاركة التحرير ستستهلكنا وقد نموت حتى قبل أن تتحرر البلاد سنكون سعداء في نهاية المطاف حاولنا وليس شرط أن نكون من الأحياء عندما تحرر البلاد ليس شرط حاولنا درنا اللي علينا نسعى إلى نتيجة إيجابية بإذن الله لكن نتيجة مش بأيدينا مات كثير من الأنبياء الله ولم يحققوا نتيجة فما بالك بإحنا العبيد المخطئين المذنبين